بسم الله الرحمن الرحيم بحب أشكر نقابة المهندسين الأردنيين وشركة انتر بيلد القائمين على هذا المعرض وهذا النشاط طبعا زي ما تفضل أخي المهندس ذهاب هذا موضوع شائك موضوع جدلي وأنا سأتحدث عنه من خبرتي أو من خلال رحلتي كما تفضل أيضا هي عبارة عن رحلة فيها أفكار وفيها تصورات وفيها تجارب أخطأنا في بعضها وقد نكون نجحنا في أخرى المهم هي هذه الرحلة التي سأخذكم معي فيها بداية أنا يعني بالنسبة لي لمدن العتيقة كانت ولا تزال محل اهتمام كبير لما فيها من تراث إنساني وقيم حضارية افتقدناها للأسف في مدننا الحديثة في كل مدينة عربية كنت أزورها كنت أجد فيها سحرا خاصا وأيضا هناك خصائص تشترك فيها مع مدن أخرى الكثافة العالية المجاورات المتراصة العناصر البيئية كالفناء والطرق المتدرجة والمتعرجة وتجميع الاستعمالات المختلفة في أماكن محددة شبام تختلف عن المدن الأخرى في توجهها الرأسي النمو العمراني محدد ولا يزحف على الأراضي المجاورة كثافة عالية في قلب الصحراء هنا يظهر توازن بيئي بين العمران والأراضي الزراعية منذ بدء الحضارة الإسلامية احتفل الفن بكل من العمارة والطبيعة هذا هدف سيفساء من المسجد الأموي الطبيعة والثقافة والعمران ينسجون معا نسيجاً حيوياً متوازناً الأسطح المضللة المعاشة الفناء في قلب البيت العربي هو فناء أخضر نابض بالحياة أخضر أيضاً بالمعنى البيئي شكل الفناء ونسبه تساهم في التحكم بالغبار في البيئة الصحرائية حياة الأسرة تدور حول الفناء في النهار وفي الليل فكرة الفناءين في بيت السحيمي بالذات توجد تياراً هوائياً بينهما لمن زار بيت السحيمي ويعرفه في القاهرة وهي من الأفكار التي عبرت عنها في أعمالنا كما سأعرض لاحقاً التختبوش في بيت السحيمي عبارة عن مجلس مكيف بشكل طبيعي بين هاتين الفناءين والمقعد مكان مفضل للجلوس في الطابق العلوي هذه الأفكار تشكل عناصر مهمة لما يعرف الآن بالتصميم الأخضر نجدها اليوم تنتشر محلياً وعالمياً وهناك الأمور الخاصة بالتوجه نحو الشمس الظل والضوء الإنارة الطبيعية وسحرها أبراج الهواء عناصر للتصميم الأخضر صالحة اليوم كما كانت بالأمس التعبير عنها ساهم في تكوين الهوية المعمارية لأماكن مختلفة بأسليب مختلفة ومتنوعة حركة الهواء في قاعة محب الدين الشهيرة في القاهرة تحدث عنها حسن فتحي كثيراً المشربيات عناصر الإنارة والرؤية والتهوية والخصوصية والتعبير الجمالي أيضاً هذه في بيت السحيمي المشربي بالنسبة لأيقونة من أهم أيقونات العمارة العربية ثم الخط العربي المستوحى من الطبيعة والزخارف الهندسية التي تحقق التوازن البصري واللوني وأيضاً مستمدة من الطبيعة زخارف تجمع التكوين الهندسي والتشكيل الطبيعي حتى تكوينات لا نراها بالعين المجردة مثل جزيء الماء مبنية على الأشكال الهندسية والشكل مثلاً القماسي في حركة الكوكب فينوس المقنصات إبداع فني عربي يعبر عن الكون اللامنتهي في اتساعه وجماله أشكال هندسية ربعية وقماسية مستوحى من الأزهار الشكل السداسي في الطبيعة في قبة حمام تراثي في القاهرة المثمن في شخشيخة إحدى القاعات القاهرية التي توفر الإنارة والتهوية الزخارف النقية بألوان فاتحة تساهم في التخفيف من الحرارة استخدام الماء وظيفياً وبيئياً وجمالياً ورمزياً تعبير عن ثقافة تحترم الطبيعة ومواردها الشحيحة وتحتفل بها هنا الهواء الداخل يبرد الماء في الأولة للشرب ولذلك سميت بالمشربية وهذه ليست دعاية لزيد وهبي هو أخذ فكرة مشربية من هنا رمزية الماء وقيمته لهذه الحضارة تمثلها هذه النفورة الصغيرة في قصر الحمراء استخدام الماء في الساحات العامة في مباني الأسبلة وفوقها الكتاب رمز لأهمية الماء في الإسلام باختصار البيئة التراثية تمثل وحدة قوية بين الثقافة والطبيعة ينتج عنها ما يمكن أن نسميه نستعير من لغة العمار الخضراء كلمة صفر اغتراب هم عندهم صفر كربون زيرو كربون أنا استخدمت صفر أو زيرو إلينيشن هذا الاغتراب هو ما نعاني منه اليوم في مدننا وبنسبة تزداد ارتفاعا كل يوم غابات من الخرسانة أشبه بمصانع أو صناديق لا تصلح للعيش المدن التراثية تتعرض منذ زمن للاعتداء والتهميش من قبل العمران الحديث ومن الفقر والإهمال والجشع والجهل بقيمتها هذه صور حديثة من القاهرة وكانت العنبريين المهدومة التي تشاهدون عمرها من حوالي ألف عام هدمت قبل شهرين في شارع المعز ثم هناك وحشية القصف الحربي الممنهج لعدد من مدننا التاريخية وفقدان نسيجها التاريخي وتراثها الإنساني الذي لا يعوض نعم مأساة البشر أقصى من فقدان الحجر لكن هذه المدن المفقودة تمثل خسارة للمخزون الإنساني والحضاري لأمتنا وتستحق أن نهب لنجدتها لقد كانت نشأتي في إحدى هذه المدن التراثية في الكويت كانت بهذه الصورة في منتصف خمسينيات القرن الماضي وبعد اكتشاف النفط دخلت عوامل التحديث بسرعة وغيرت معالم المدينة فحلت الشوارع العريضة مكان الطرقات الضيقة وتغير نسيجها العمراني التراثي بشكل جذري وأخذت بدلا من ذلك بدلا السكيك والأفنية تظهر الشوارع المستقيمة والارتدادات حول المباني فهذه حياة أصبحت مدينة حديثة انفصلت عن تراثها وتصارعت مع بيئتها الطبيعية كانت هذه الخلفية التي قررت فيها أن أدرس العمارة فذهبت إلى مانشستر وهناك وجدت احتراما للتراث وعندما ذهبت إلى مانشستر كانت في نهاية السبعينيات وكانت الفترة التي العمارة الحديثة بدأت تنحسر أو ينحسر الاهتمام بها ورغم ذلك كان لازال في مانشستر توجه نحو التراث وآخر هو أكثر توجه أكثر نحو الحداثة أو محاولة استحاء شيء من التراث في العمران الحديث لذلك كنا نتحاور بين الطرفين الحداثة والتراث وهذا شيء كان لي أن أستمده من مانشستر وكانت بداية تفكيري في هذا المجال مجال الحوار أو المحاورة بين الحداثة والتراث وفجأة نسمع أن بما يعرف بما بعد الحداثة ظهر تشارلز جينكس وأعلن موت الحداثة تأثرت في تلك الفترة بكتاب فانشوري كومبليكسيتي ان كونترديكشن ان اركتكتشور الذي أنصحوا طلاب العمارة أن يقرؤوا التعقيد والتناقض في العمارة وكانت ذلك التأثر واضحاً في المشاريع التي ركزت عليها والمرتبطة بإحياء التراث مثل مشروع مثلاً متحف الفلكلوني وبالمناسبة كثير من هذه السكتشات تجدوها الآن في صفحتي على الفيسبوك التي أسميتها هواء المصري سكتشيز أحاول من خلالها أن أشارككم خصوصاً الأجيال الجديدة بهذه التجربة التي مررت بها قبل أربعين سنة هي مرحلة بدأت فيها أن تبه إلى مفهوم المحتوى الحضري أربان كونتكست وكيفية إعادة الترابط والحيوية إليه قد دفعني ذلك إلى العودة إلى الشرق وكان اختياري للقاهرة بهدف اكتشاف الذات من خلال التراث العربي الإسلامي فرصدته بعين فاحصة وكنت بتحليل عناصره ونسبه الفراغية وعلاقاته البصرية وخدت في أعماقه وتفاصيله الدقيقة والبديعة التي أفرزتها حضارة ملهمة وعشت الأجواء والحياء التي تملأ الطرقات التي لا زالت شاهدة على ذلك الزمن الجميل ونظرت إلى هذا التراث بمنظار المنبهر والمحب وقمت بعمل دراسة تحليلية مفصلة للبيئة الحضارية والمعمارية لقاهرة المعز وهذه أيضا موثقة في صفحتي علمتني القاهرة الكثير علمتني ضرورة أن ننظر إلى العمارة التراثية كمصدر مهم للعديد من المفاهيم التي تحقق الاستدامة البيئية والثقافية وتعرفت على جهود المعمار حسن فتحي في هذا المجال والتقيت به في بيته في 1983 وتحدثنا طويلا عن مفهوم العمارة العربية الإسلامية وعن مشروعي في القاهرة فكان لهذا اللقاء أثر مهم في تشكيل توجهات المعمارية في تلك الفترة المبكرة وكانت القاهرة فعلا نقطة التحول بالنسبة لي ومشروع التخرج في قلب القاهرة بين الجامع الأزهر والحسين وهذا المشروع هو مشروع تطوير حضري لحي الحسين وحاز على تقييم أفتخر به وكان له جائزة التصميم الحضري على مستوى الجامعات البريطانية في سنة 1984 عدت بعدها إلى الكويت لأجد أن ما تبقى قبل مغادرتي من منطقة تاريخية من مدينة قليل جدا وحتى كان في تلك اللحظات يتعرضوا أو في تلك الأيام يتعرضوا للتدمير فاستخدمت نفس المنهجية في كيف يمكن تحليل ما تبقى ورصده ورسمه وقمت بعمل رفع مساحي لبعض المباني ثم جاءت الفرصة صنحت لي بتصميم حضري يعني كانت عبارة عن المسابقة لبلدية الكويت لإعادة إحياء هذا المكان من خلال العودة إلى الخرائط القديمة والصور التاريخية وإعادة إحيائه بطريقة حديثة تتناسب مع التقنيات التي يعيشها المجتمع في ذلك الوقت هذه الفترة كانت تركيزي كبيرا ولازال على مفهوم الفناء في البيت وحاولت أن أعيد فكرة الفناء إلى البيت الكويتي بعد أن كانت قد اختفت كليا وحلت مكانها الفلل فكان لي عدة تجارب في تلك الفترة وكان في تجارب لكيف يمكن استعادة فكرة العائلة الممتدة يعني مثلا أب وإخوان ثلاثة أو أربع يبنون حول بيت واحد وهذه فكرة العائلة الممتدة طبعا التي اختفت في عصر الحديث بسبب التفرد في هذا العصر هنا حاولت كمان في هذه المشاريع أن أستمر في موضوع إجراء الحوار بين التراث والمعاصرة ومن أهم المشاريع كان مبرت صباح السالم الصباح وهي تجربة طرحت فيها مبكرة للموضوع الذي يشغلنا كثيرا هذه الأيام وهو موضوع الاستدامة بمفهومها الشامل المعماري والبيئي والثقافي والاقتصادي وكان هذا المشروع يعني مختلفا كليا في توجهاتي عن باقي المشاريع التي كانت في مكتب المهندس الكويت الذي كنت أعمل به والذي كان لا زال يطرح مشاريع بمفهوم الحداثة والحداثة كأن هذا التوجيه كان يتضح أنني من خلاله كنت أحلق خارج السرب ثم جاءت المأساة في تلك الفترة غزو العراق للكويت وكان علي أن أغادر فغادرت إلى أمريكا هناك تعرفت على موضوع الاستشراق وكتابات أدوارد سعيد وكيف ننظر إلى ثقافتنا من بعد كيف ننقضها من الخارج فهذا الموضوع كان موضوع اللي بسمه كالترال كريتيك يعني كمان تعرفت على ما كتب عن العمارة الإسلامية وقد كتب عنها في الغرب أكثر مما كتبنا نحن عنها وعرفت من خلال الغرب ومن خلال الاستشراق والمستشرقين كان بحثي عن عمارة المراكز الإسلامية في أمريكا وكانت فرصة للتعرف على موضوع مهم جدا وموضوع الهوية وكيف ينظر المسلمون لأنفسهم في بيئة غربية وكيف يعبروا عن أنفسهم كيف يجلبون أفكارهم من بلادهم وكيف يصطدمون مع الثقافة المحلية في ذلك الوقت بعدها جئت إلى الأردن هنا كانت فترة حرجة فترة أوسلو ووادي عربة وكان بالنسبة لنا عملت مع دار العمران موضوع العمارة العربية والإسلامية نوع من المقاومة في تلك الفترة وبالتالي كان هذا هو التوجه السائد وهو توجه ما بعد الحداثة أول العمارة الإقليمية أو نيو ترديشنالست كانت هي التوجهات التي سادت في تلك الفترة كمان اشتغلت مع وزارة السياحة لمدة سنة كاملة وبخلالها تعرفت على التراث المعماري أو التراث المعماري والأثار الموجودة في الأردن أعتقد في تلك الفترة تعرفت على المهندس إيهاب وكان لنا صولات وجولات وكان لي مشاركات في عدة مؤتمرات في تلك الفترة حول هذا الموضوع وصنحت بعدها الفرصة للعودة إلى الكويت يعني العودة للعمل في مشاريع الكويت لكني بقيت هنا في الأردن وكان فكرة الفناء الذي كان مستحوذاً على تفكيري أحد المحاور المهمة التي عملت بها هذا أحد البيوت كيف يمكن أن يكون البيت محيطاً في هذه الحالة الفناءين هم أربع بيوت وهذا كان تصميم على مستوى تجاري وكيف استخدمت فيها عدة عناصر من التراث ومن العناصر البيئية التي خدمت هذا المشروع ثم جاءت فرصة أخرى مع نفس الزبون أن نصمم بيت كبير لعائلته الممتدة وأجداده وأبائه في مكان واحد فهنا هذه مفاهيم أعتقد هي أيضاً مفاهيم مستدامة عندما نفكر بعائلة كبيرة تعيش كلها في محيط واحد ونستقدم هذا على مستوى الاستدامة الثقافية لكن هناك أيضاً استدامة بيئية واستدامة ثقافية أيضاً واجتماعية المشروع طبعاً أخذ وقت طويل لكنه الآن الحمد لله اكتمل وبعد سنوات طويلة ومشروع آخر بنفس المفهوم يسمونه الفريج في الكويت وأعتقد في دول الخليج الفريج أو الفريق أو الفرجان فهذا فريج آخر لعائلة أخرى أيضاً من خلالها كانت في عدة تجارب كيف نستوحي من التراث كيف نخلق عمارة مستدامة بيئية لها تدغدغ عواطفنا أيضاً التراثية والتاريخية هنا مسابقة جديدة لمنطقة شرق اللي هي المنطقة المدينة القديمة يعني بعد حوالي 20 سنة من المسابقة الأولى حتى ذلك الوقت لم يكن هناك أي شيء قد بني في تلك الفترة وأيضاً عدنا إلى الخرائط القديمة وحاولنا أن نستوحي منها النسيج العمراني ونمزجه باستخدامات المعاصرة ثم من أهم المشاريع اللي عملت بها هو مشروع مدينة الفحاحيل هنا جربت فكرة طرحتوها في ذلك الوقت يعني قلت في دار العمران فكرة الـ Hybrid Identity كيف العمارة ممكن تعكس هوية مهجنة هوية متحركة وهي تمثل حالنا اليوم كثقافات وكمجتمع فهذه فكرة الـ Hybrid Identity كانت مميزة في هذا المشروع الذي حاز على عدة جوائز بمحلية وإقليمية وعالمية وهذا شيء يعني يعني أعطى في ذلك الوقت قيمة إضافية عندما نجد أنه أيضاً كان مشروعاً يغرد خارج السرب لأن الفترة هذه كانت فترة المشاريع الأيقونية والمشاريع الضخمة في منطقة الخليج بالذات وهذه سبقت الأزمة الاقتصادية يعني بحوالي سنة فهنا كما أقول كانت فترة كانت نوع من تغريد خارج السرب وهذه كانت الفترة التي انتقلت فيها أنا إلى تأسيس مكتبي الخاص لمحاولة يعني سقل التجارب التي خطتها في السابق من خلال المشاريع التي عملت بها من أولها كان اللي هو مشروع البنك الأهلي وفيه كان استمرار في موضوع المحاورة من التراث والحداثة فهو يعبر عما أسميته توطين الحداثة من خلال ربطها ببيئة المشروع الطبيعية وطبعا طبيعة عمان كثير منها يعرف أنها طبيعة مميزة جدا وكانت هي الوحي بالنسبة لهذا المشروع والمصدر الهامة مشروع حديقة المجاز في الشارقة الذي تحتضنه المدينة يعني هذا يتحاور مع فضائها الطبيعي والحضري المفتوح من خلال عمارة أيضا حداثية ذات خطوط بسيطة لكنها تحتوي أيضا على عناصر وتفاصيل تراثية تمتزج بأخرى معاصرة مما يعزز ارتباطها بالمكان ويعبر عن هويته المهجنة في صحراء الشارقة المعروفة بالبدائر حاولنا إيجاد توازن بين الطبيعة الصحراوية والتخطيط العفوي للمباني التي تستمد طبعها من المرجعيات التراثية ضمن مشروع ترفيه ثقافي اجتماعي هذا المشروع اكتمل الآن وهو يعني أيضا في مجال المحاورة هنا مع الطبيعة ومشروع آخر ضمن المحتوى الطبيعي عبارة عن سوق وواجهة بحرية برضه في إمارة الشارقة استوحينا تجربته الفراغية من الأسواق التراثية في المنطقة مثل سوق الشارقة بتعرجاته وتسلسل فراغاته الغير منتظمة أيضا هنا في مرجعية رجعت لها وهو شارع المعز في القائرة الذي تشابه في بعض خصائصه الفراغية مع سوق الشارقة فعملنا مقارنات بين مشروعنا وتلك الفراغات التراثية المهمة والهدف ليس نسقها وإنما استخلاص روح التجربة الفراغية التي تميزها والتي نحبها في هذه الأماكن التراثية طبعا ومحاكاتها في مشروعنا بشكل يتمشى مع صياغات معاصرة تراعي متطلبات المولات هذا مول يعني له نسب وله متطلبات خاصة وطبعا خصوصية الموقع على الواجهة البحرية وكل ذلك باستخدام أحدى التقنيات التصميم بواسطة نظام البيم مشروع آخر من المشاريع الطويلة لأمد مشروع اسمه قلب الشارقة عملنا بتصبيع مخطط هيكلي يتم تنفيذه على عدة مراحل أول مرحلة اجتملت على تصميم ساحات ومباني جديدة تعكس الوضع التاريخي للمباني التي تم إزالتها في سبعينيات القرن الماضي وقد عملت هذه العناصر والوسحات على ربط أجزاء المدينة القديمة وإضافة الحيوية لها واستخدامها لغايات ثقافية وسياحية من المباني الجديدة في هذه المنطقة التراثية مبنى إدارة قلب الشارقة حاولنا ربط تكوينه وتعبيره المعماري بما كان موجود من خلال ما توفر لنا من وثائق تاريخية وهي كانت شحيحة جدا لم نجد في الموقع سوى شجرتين حافظنا عليهما حافظنا أيضا على النمط التخطيطي العام لما كان قائما وأضفنا كل ما يوفر متطلبات المعاصرة لهذا المبنى الإداري وأوجدنا فناءين داخل المبنى تحيطه الفضاءات المكتبية ويذكرون هذا المقطع بذلك المقطع في بيت السحيمي لحد ما الفناءين وحركة الهواء بينهما كل هذا يوفر بيئة مريحة للعمل تعبر عن مفهوم العمل كبيت ويعني هذه كانت الفكرة الرئيسية أنه قلب الشارقة هو بيت للعمل فيه نموذج آخر لمفهوم الفريج في الكويت عبارة عن عائلة كبيرة أربع إخوان ووالديهم وفيها أفنية كثيرة وفيها ساحات وفيها أسطح معاشة الأسطح المعاشة في الكويت أصبحت الآن مطلوبة أكثر في هناك ست سبع شهور في السنة يعني ممكن أن تستخدم هذه الأماكن الخارجية وتستمتع بمنظر البحر أمام المشروع هذا يعني استخدام العناصر التراثية يعني فيه نعمل الاستدامة ولكن هو أيضا هناك استدامة بيئية والاستدامة الاجتماعية من خلال مفهوم الفريج وطبعا تحليل العناصر المختلفة للمبنى تظهر كيف أمكنتنا هذه الفضاءات من تحقيق أيضا الاستدامة بيئية وكيف يمكن في مشروع آخر أن نأخذ هذه الفراغات على المستوى الأفقي إلى المستوى الرأسي حاولنا ذلك أيضا في مشروع كبير في درب المشاعر في مكة المكرمة كيف يمكن أن يكون هناك حدائق معلقة وطبعا المشربيات استوحيناها من الهوية التراثية لمباني مكة المكرمة أخيرا هذا المسجد الذي يعبر عن حالة السجود ورغم أن المالك كان قد طلب تصميما لافتا إلا أنه وجد هذا التعبير جريئا أكثر من اللزوم وطلب إدفاء لمسات تراثية عليه فتحول إلى مزيج من التراثي والحداثي يعني نوع من تعبير عن هذه العمارة المهجلة لكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة له كان لابد من إضافة قبة وتفاصيل تراثية أخرى لم يرى مسجد الساجد لم يرى النور في الكويت لكنه لفت نظر الجالية الإسلامية في كولورادو سبرينغز في أمريكا وكانوا أكثر جرأة من زبوننا الكويتي فطلبوا مشروعا الحقيقة هو مش مسجد تحول إلى مركز إسلامي كبير يحوي مسجدا ومدرسة ومركز الحوار الأديان ومتحفا للفن الإسلامي وسكنا لكبار السن يعني البذرة التي حاولنا زرعها في الكويت طارت بعيدا لتنبت بفضل الله وكان حلما لي أن أترجم رسالة الماجستير وموضوعها المراكز الإسلامية في أمريكا على أرض الواقع لتعبر عن هوية المسلمين في الغرب من خلال عمارة معاصرة تنتمي لمحيطها وتمد جسور التواصل والتفاهم مع المجتمع الغربي رسالتنا وصلت وتصل يعني ونحاول ولازلنا نحاول ونجرب والحمد لله يعني إلى مدى أكبر حقيقة يعني قصة كفاح ومثابرة لكن الطريق أمام الله زيل طاويلا والأمل في الأجيال القادمة أن يكون لها أثر أكبر كنا ومجموعة محدودة من الزملاء المعمريين بعضهم معنا هنا كنا نغرد خارج السرب في سعينا المستمر نحو عمارة معاصرة تنتمي لبيئتنا وتلاتنا لكننا والحمد لله نغرد اليوم ضمن سرب يكبر يوما بعد يوم وشكرا